اشتركوا في القناة اللهم صل على محمد وآل محمد من الأحداث التاريخية التي وقعت في شهر رمضان المبارك هو نزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكلمنا في حلقة سابقة عن أهمية ليلة القدر والروايات التي وردت بهذا الشأن في هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن مجموعة نقاط النقطة الأولى فضل سورة القدر التي أشارت إلى أهمية هذه الليلة المباركة والنقطة الثانية لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر والنقطة الثالثة لماذا جعلت هذه الليلة خير وأفضل من ألف شهر بالنسبة إلى فضل هذه السورة هناك روايات كثيرة وردت في فضل قراءة سورة القدر نقرأ بعض الروايات منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأها أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر سبحان الله مجرد أنه هذا الإنسان يقرأ سورة القدر الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام قال من قرأ إنا أنزلناه في فريضة من الفرائض الصلاة اليومية اللي أنا أصليها أقرأ سورة الفاتحة وأقرأ بعد الفاتحة سورة القدر شنو رح أحصل قال من قرأ إنا أنزلناه الرواية عن الإمام الصادق كما قلنا قال الإمام الصادق عليه السلام من قرأ إنا أنزلناه في فريضة من الفرائض ناداه مناد يا عبد الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل الله سبحانه وتعالى يقول مجرد أنه أنت تقرأ سورة القدر في فريضة من الفرائض الله سبحانه وتعالى سيغفر لك ويقول لك استأنف العمل يعني أبدأ بحياة جديدة هذه الحياة تكون خالية من الذنوب الرواية عن الإمام الباقري عليه السلام قال من قرأ إنا أنزلناه بجهر مرة واحد يقرأ إنا أنزلناه بإخفات ما يسمع الناس ومرة إنه بجهر شوي يطلع صوته قال الإمام الباقر عليه السلام من قرأ إنا أنزلناه بجهر كان كشاهر سيفه في سبيل الله كشاهر سيفه في سبيل الله ومن قرأها سراً كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد هذه السورة عجيبة حقيقة الإنسان إذا وقف على الروايات التي وردت فيها يستغرب ويستعجب ولا عجب من أمر الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعظم شيء فبيده كل شيء أما النقطة الثانية التي نقف عليها في هذه الحلقة هو سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر الروايات الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تجيب عن هذا الاستفسار قيل أن السبب الأول بتسميتها بليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى يعين فيها مقدرات العباد لسنة كاملة الله سبحانه وتعالى يعين فيها مقدرات العباد لسنة كاملة بل بعض الروايات تقول أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها لكل ما خلق في السماء وفي الأرض وليس للإنسان فحسب لأنه البعض يتصور عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى يقدر المقدرات لما هو موجود في الأرض يتبادر إلى ذهن أنه الموجود في الأرض الإنسان فحسب لا الروايات تقول أن الله سبحانه وتعالى يقدر المقدرات لجميع ما موجود على الأرض ولذلك سميت هذه الليلة بليلة القدر وذلك كما جاء في قوله تعالى من حيث التقدير فيها يفرق كل أمر حكيم يسأل أحد أصحاب الإمام الرضا سأل سليمان المروزي الإمام الرضا عليه السلام وقال ألا تخبرني عن إنا أنزلناه في ليلة القدر يسأل الإمام الرضا ألا تخبرني عن إنا أنزلناه في ليلة القدر في أي شيء نزلت قال الإمام الرضا يا سليمان ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة طيب شنو هذا التقدير اللي الله سبحانه وتعالى رح يقدر من السنة إلى السنة يعني اليوم رح تجي ليلة القدر الليلة المخصوصة يوم تكون ليلة القدر تبدأ التقديرات طيب ما هذه التقديرات شوفوا الإمام سلام الله عليه يجيب على هذا الاستفسار قال يا سليمان ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت يعني الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة رح يقليك يقدر لك إنه أنت رح تبقى هالسنة لو رح تموت من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق فما قدر الله في تلك الليلة فهو من المحتوم الإمام سلام الله عليه يلفت أنظارنا إنه هذه الليلة فيها التقديرات حياة موت رزق صحة زوجة بنين جميع ما يريد الإنسان وما يخطر على بال هذا الإنسان فإنه يقدر له في ليلة القدر ولذلك شوفوا التوجيهات والحث من قبل الأئمة سلام الله عليهم في استغلال هذه النعمة الإلهية استغلال هذه الليلة وإحيائها وعدم الغفل عنها حتى يتحقق المطلب الذي يسعى لإنسان إلى تحقيقه الإنسان عند رغبات كثيرة هذه فرصة شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة والتوبة الإنسان يتوجه إلى الله بنية صادقة ويتوب إلى الله من جميع الذنوب ويعرض عن جميع المعاصي ويتوسل إلى الله لتحقيق ما يرغب في تحقيقه في ليلة القدر الأمر الثالث لماذا سميت ليلة القدر خيرا من ألف شهر الله سبحانه وتعالى لماذا سماها بهذه التسمية ولماذا أعطيت هذه الليلة هذه المنزلة عند الله عز وجل لعل السبب في ذلك الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمامه رجل من بني إسرائيل وكان ذلك الرجل قد حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر فعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجب من ذلك عجبا شديدا وتمنى أن يكون ذلك في أمته اتمنى أنه أتباع أهل البيت الأمة الإسلامية أن يحملون السلاح في سبيل الله ألف شهر وتمنى أن يكون ذلك في أمته قال يا رب جعلت أمتي أقصر الناس أعمارا وأقلها أعمالا فعطاه الله سبحانه وتعالى ليلة القدر وقال ليلة القدر خير من ألف شهر يعني هذه الليلة أعطيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن أعمار الأمة الإسلامية قليلة فعوضنا الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة لأنه ليلة القدر قرابة 82 عام يعني هذا الإنسان إذا أدرك ليلة القدر وكان متعبدا مطيعا ساعيا في القرب من الله سبحانه وتعالى وذلك من خلال الاستغفار من خلال الصلاة من خلال قضاء حوائج الناس فكأنما عبد الله سبحانه وتعالى قرابة 82 عام فهذه الليلة عظيمة ينبغي لنا أن لا نغفل عنها وأن نستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر